اسم التجربة استعمال الأميتر Using a meter الهدف من التجربة استعمال الأميتر لقياس التيار الكهربائي عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند استعمال المصابيح والانتباه من حواف الأسلاك الحادة أدوات التجربة بطارية 1.5V مسباح كهربائي أسلاك توصيل أميتر خطوات إجراء التجربة نركب دائرة كهربائية بسيطة نفصل أحد السلكين الموصولين بالبطارية ونوصل ذلك السلك بالأميتر ثم نوصل سلكاً آخر من الطرف الآخر للأميتر بالبطارية فيضيء المصباح وينحرف مؤشر الأميتر وتمثل قراءة الأميتر مقدار التيار الكهربائي نعكس أقطاب البطارية فينحرف مؤشر الأميتر في الاتجاه المعاكس وهذا يدل على أن التيار الكهربائي يسري في الاتجاه المعاكس النتائج يستعمل الأميتر لقياس مقدار التيار الكهربائي المار في الدائرة الكهربائية ويستعمل أيضاً لمعرفة اتجاه التيار المار في الدائرة ولإضافة الأميتر إلى الدائرة يجب فصل أحد السلكين الموصولين بعنصر الدائرة ووصله بالأميتر ثم يوصل سلك آخر من الطرف الآخر للأميتر بعنصر الدائرة اشتركوا في القناة